اهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين في كل مكان سعيد باللقاء معكم مرة اخرى في مباشر هذا المساء الليلة ان شاء الله سنكون فيه مع الاخ والزميل والناشط الجزائري مصطفى بونيف في هذا البث ان شاء الله سنكون ضمن عدد من المواضيع على رأسها زيارة الاخيرة الى مخيمات اللاجئين الصحراويين والى الجزائر العظيمة الشامخة اذا حاولوا انفضلكم على انكم اتكبسوا اللقاء سيكون على شكل جولات سنفتح جولات متجددة شكرا شكرا لكم اذا انكبسوا رجاء وشيروا لايف الحمدلله من شاء الله تحية تلكم كمه سلام عليكم اهلا وسهلا استاذنا العزيز اهلا بك كيف حالك الله يبرك الله يبرك نبدأ اللقاء الآن نرحمه سهلا شاء الله شاء الله متابعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صح عيدكم ونلتقي مجددا في سلسلة لقاءاتنا مع مختلف الفاعلين من الاعلاميين والسياسيين وايضا الفنانين وكل من لديه صلة بالنزاع نقول ان صح التعبير النزاع الجزائري المغربي وايضا ما يتبط بها من قضايا الضيط اليوم هو استاذ عزيز علينا جميعا اعلامي معروف لديه تاريخ وباع طويل في الاعلام ربما سوف نتكلم على مسيرة الاعلامية وايضا مسيرة النضالية في القضية الصحراويات رحبوا معي بالاخ العزيز والزميل الاعلامي محمد راضي الليلي مرحبا بك اهلا وسهلا بك خلينا في البداية نبدأ من النهاية انت زرت الجزائر في الايام الماضية والاسابيع الماضية وزرت ايضا المخيمات نريد ان نعرف انطباعاتك من هذه الزيارة للمخيمات ثم الجزائر شكرا لاخر مستفى طبعا هذه الزيارة كانت ابتداء من يوم واحد في الشهر من شهر مايي الى الرابع والعشرين من الشهر ايضا من نفس الشهر وكان يعني تقريبا فيها تسة عشر يوم داخل مخيمات اللاجئين الصحراويين مخيمات العزة والكرامة الرحلة بدأت من هنا من باريس مرورا عبر الجزائر العاصمة وبعدها الى مطار تندوف ومن تندوف الى مخيمات اللاجئين الصحراويين هذه الزيارة كانت بدعوة من اتحاد الصحفيين والعدباء الصحراويين في مخيمات اللاجئين الصحراويين التي يرأسها الاخ نفعي احمد محمد وكانت مناسبة للقاء مع العديد من الاعلاميين الجزائريين وكذلك عدد من المتضامنين مع القضية الوطنية الصحراوية من بينهم اشخاص من سوريا من الاردن من ليبيا من تونس من السينيغال من امريكا اللاتينية ومن موريتانيا كذلك وكلهم جاءوا من اجل باش يشكلوا لبناء اساسية للجنة التضامنية مع الشعب الصحراوي واللي مهمتها هو على انها تساند الشعب الصحراوي اعلاميا وتحاول تكسر الحصار الاعلامي الممارس عليه وخاصة نحن نعرف بان الاحتلال المغربي استثمر كثير من الاموال فهذا الحصار على مستوى العديد من وسائل الاعلام الدولية بما في ذلك القنوات العربية الدولية كيف الجزيرة وقناة العربية وقنوات اخرى هذه الندوة استمرت ليومين وكان يوم الثالث هو الزيارة لعدد من المؤسسات الصحراوية بما فيها المتحف الوطني للمقاومة الصحراوية وكذلك عدد من المهرجانات اللي كانت تقام عن ذاك في مخيمات اللاجئين الصحراوي ومن ضمنهم مهرجان السينما الصحراء اللي كان يقام في ولايتي او سرد وكانت فرصة باش انا شخصيا مثلا للإطلاع على تجربة تجربة الصحراوية الرائدة اعتقد ايضا نعم اه 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 كرجاء طرر اصراء انقطاع اي اه 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 ممكن من السينيار ممكن اكيد بكل تأكيد مش ممكن هذا امر مؤكد مازال مازال الكلام مازال مسخنهاش مازال بالعقل اسفروا العياج اصفروا شوية العياج طيب قلت لي انك زرت مؤسسات مؤسسات في في المخيمات هكذا يعني حدثنا عن هذه المؤسسات ما هي المؤسسات الموجودة لدى البوليزاريو الان في الوضع في هذه الاثناء اه اول اول زيارة كانت الاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية اللي هو مكان مهم جدا يعني للنظر الى تاريخ الثورة الصحراوية لان هناك كانت كانت البدايات بدايات يعني مساهمة المرأة الصحراوية في النضال الصحراوي وهو ان المرأة الصحراوية عندها دور كبير جدا فيها التي كانت يعني تبني تبني المؤسسات بيديها يعني باستعمال طين صناعة يعني الياجور وصناعة وبناء المؤسسات البناء العمراني البسيط جدا بالطين انتهاءا بصناعة الاجيال وحماية الأسرة الصحراوية وتكوين النشء الوقت اللي كان يعني الرجل الصحراوي كان يمشي لجباهات القتال هناك ايضا مؤسسة المتحف الوطني للمقاومة الصحراوية وهذا المتحف كان هو متحف يضم كل غنائم الجيش الشعبي الصحراوي من الاحتلال المغربي بما في ذلك المعدات التقيلة بما في ذلك الدبابات بما في ذلك أسلحة الخفيفة بمثالك كذلك الطائرات الاحتلال المغربي التي أسقطها المقاتلون الصحراوي واللي كان عددها أكثر من 67 طائرة بصواريخ الصام التي دخلت أنا ذاك إلى ساحة القتال في معركة في أول مرة هي معركة القلتة كذلك هناك مقر التليفزيون الوطني الصحراوي اللي هو مؤسسة رائدة واللي أزعجت الاحتلال المغربي وتذكر لما كنت أنا ذاك في منطقة الصحراء الغربية المحتلة الاحتلال المغربي يفكر في إنشاء مؤسسة للتصدي لهذه الإذاعة فأنشاء ما يسمى بتلفزيون العيون واللي اليوم تسمى قناة الرحيبة وهذه المؤسسة لم تستطع بدا أن تجاري التلفزيون الوطني الصحراوي الذي أصبح من أكثر التلفزيونات مشاهدة في المدن المحتلة وربط يعني بين ما يوجد من يعني تطور المؤسسات الصحراوية وبين الشعب الصحراوي وخاصة جزء منه الموجود في المدن المحتلة هناك أيضا يعني مؤسسة الرئاسة الصحراوية وعدد من الوزارات بما في ذلك مثلا مديرية الإحصاء المكلفة باستخراج البطائق الوطنية الصحراوية وجوازات الصحراوية وكذلك إحصاء المواطنين الصحراوين إضافة إلى يعني جهاز الشرطة وجهاز بالمناسبة يعني أغلب أغلب عناصر الشرطة في مخيمات اللاجئين الصحراويين هي نساء غالبيتهم نساء صحراوياتهم شرطيات يعني بشكل كبير جدا يعني مهمتهن هو حراسة المخيمات وكذلك يعني الإشراف على العام الألمي أستاذ راضي حبيت لو كانت تعطيني الناس هناك يعني معنوياتهم كيف يعيشون يومهم في المخيمات خاصة أنا أعتقد هذه من أقدم المخيمات في العالم يعني سنوات طويلة ورقود من الزمن كيف هي معنويات الناس؟ كيف يعيشون يومهم؟ كيف دراستهم؟ تجارتهم؟ وحياتهم كيف تسير؟ شوف معنوياتهم مرتفعة جدا 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 هذا الشعب يعني صامده شعب بشوش وشعب عايش اللجوء بفرحة يعني لا تتوصف يعني لما تقابل هذا الشعب يعني نساء وأطفال وشيوخ تعتقد على أن الاستقلال يعني يغدأ وليس يعني بعد سنوات وهذا ناس يعني إقضاء بخمسين سنة فهذه المخيمات بدأوا من الخيام يعني كانوا يسكنوا في الخيام بعدها طوروا شوي نمط سكنهم فأصبحوا يعني يسكنوا في منازل وهذه المنازل يعني فيها فيها يعني دورة المياه فيها مكان يعني الاستحمام فيها يعني صالونات مميزة فيها غرف يعني غرف فيها الفراش فيها المخدات المخدات فيها كل ما يمكن أن يحتاجه إنسان عندهم كذلك يعني غرف للطبخة عندهم معدات الطبخة كذلك على مستوى يعني الطبخ ما شاء الله يعني المرأة الصحراوية تطور طبخة الخير موجود يعني بشكل عام يعني الخير موجود يعني الحمد تجيب لك الكبتة الإيبال مثلا المم موجود يعني ما عندهم مشكلة بعض المرأة يحدث أن هناك يعني تأخر في مدهم بالماء مثلا ولكن بشكل عادي يعني تقريبا بشكل عام المم موجود الكهرباء يقع لها بعض المرأة انقطاع بسببه بسبب الحرارة لأنه لهذه الحرارة تؤدي إلى تضرر الأسلاك الكهربائية اللي موجودة في المخيم في التحدث عن قطاعات في الكهرباء المكيفات يعني كان عندنا مكيف كبير من المكيفات اللي مصنوعة في الجزائر اللي يستعمل يعني يستعمل الماء في عملية التكييف تحس أنك واستهلك يعني هذا الشعب يعني عايشي يعني شوف الوجبات موجودة الخير موجود الأطفال اللي يمشون المدرسة النساء يعني عايشات عايشات ما شاء الله حياتهم بشكل عادي جدا التسوق موجود أنا مشيت الحلاق كذلك يعني الحلاق موجود المحلات التجارية موجودة لا بغت تسري دلاريع موجودين بغت تسري الملاحف موجودين بغت تسري اللحم موجود بغت تسري الخضراء موجودة يعني كل شيء موجود في مخيمات اللاجئين الصحراويين بالرغم أنه هاي المخيمات يعني أقديمة تقريباً خمسين سنة إضافة إلى أنه هذه المخيمات تحس بها بحرية حرية يمكن ما تحس بها أبداً في بلد المغرب وهو شاسع يعني هذه المخيمات برغم أنها صغيرة وبرغم أنها يعني فيها يعني عندها عملية ضبط لتنقل الناس في الليل يعني في حدود الحدي عصرة يعني ممنوع التنقل هذا الشيء طبيعي جداً باش يضبطوه طبعاً باش يضبطوه المخيمات باش يضبطوه الأمن ولكن الحرية اللي فيها يعني لا أحد يسألك لا بغيت تتجول بغيت تتعدى اللايفات في المباشر مع الناس بغيت تحاور الصغار الكبار بغيت تدخل الخيام بغيت تصور الأنترنت بشكل كبير جداً موجودة يعني الأنترنت تختلف حسب بعض المخيمات فيها مشاكل في ضعف الأنترنت بعض المخيمات لكن الأنترنت موجودة الدليل على أنه كنا نصوروا يعني الفيديوهات ونبثوا بعض المباشرات لما تتوفر الانترنت وهناك عندهم كذلك يعني في الانترنت المنزلي وهناك عندهم ديم موديم منزلي متنقل يعني يمكن لك مثلاً مثلاً في الرحلات لما كنت مقوم بعملية التغطية كنت ديم معي موديم متنقل ولما نصل إدارة معينة أو مكان معين ممكن فقط أن نحطه مع التيار الكهربائي ونشتغل به ممكن نقله معي لمكان آخر إضافة إلى الانترنت في التليفون إذن ما تحس أبداً هناك مشكلة حقيقية إضافة إلى أنه ما كان حد عنده وصاية على طريق تعاملك ولا يحدد لك ماذا تصور أو ما تصور أو يراقبك أو يمشي معك باش يعرف لا يتعدل أبداً كانت هناك حرية منقطعة النظير وهي اللي خلت على أن نقدم الصورة الحقيقية لما يجري في مخيمات الاجئين الصحراويين الاحتلال المغربية شفت كيف كانت ردت فعله لأنه هذه المادة اللي كانت كانت أقوى من حجم الاحتلال وياسر من المغاربة عرفوا حقيقة ما يجري هناك خصوصاً لما كانوا يقولوا أنه الناس محتجزين لا كان حد محتجز ولا كان حد قد يحتاج الإنسان صحراوي وهذك المخيمات فيها من الحرية اللي ما يوجد عنده محمد السادس في دولته وفي زريبته واليوم كثير من المغاربة نلقوهم هنا في فرنسا وبعض الأصدقاء يلقوهم في أماكن مختلفة يقول لك احنا عرفنا الآن حقيقة هذا الشي اللي كان يكذب علينا نظام الاحتلال كان يقول النبي أنه أنتم محتجزين وما عندكم شيء وعايشين ما نعرفاش وكذا بالرغم أنه احنا نقلنا الصورة بالواضح وخلينا الناس تتكلم وخلينا عبرنا حتى على الديمقراطية لأنه كان هناك فيديو شوي أثار بعض الجدل اللي كانت فيه مرات تتحدث عن نقص الماء وكانت تتحدث كذلك عن الدرون يعني اللي استعمال النظام الاحتلال المغربي ولكن احنا اعتبرناه جزء من الديمقراطية لأنه نحن ما يمكن نمارس الوصاية على أكلام الناس طالب مكانة التصريحات يعني لا تخرج عن ما هو اللي هو عادي جدا وطالب أنها تعبر عن رأيها في الموضوع اللي هو بسيط لأنه لما مشكلة عالمية وممكن شيء كذلك في المغرب ولكن باشي إنسان يمارس الوصاية على فلانة أو على كلام فلان هذا أبداً ما كنا نقوم به وهو اللي يعطي مستاقية أكثر للحرية في الصحراء الغربية وفي الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لكن نتحداؤه الاحتلال المغربي على أنه يسمح لأخ مصطفى مونيب بأن يزور المدن المحتلة من الصحراء الغربية بدون مضايقات ويخليه ينقرننا الصورة الصحراويين في المدن المحتلة ونتحداؤه على أنه يسمح للنشطاء والمتعاطفين الدوليين مع القضية الصحراوية أنهم يزوروا العيون المحتلة بدون ما تتلقى لهم المخابرات المغربية في الطائرة وترجعهم للمكان الجامع أستاذ محمد راضي نحن الآن نتكلم عن مخيمات يعني ماذا نتكلم على حتى يفهمون المتابعين نحن نتكلم على مخيمات يعني حتى المخيمات عندها طبيعة قانونية وهو التنفير أدنى ضرويات الحياة الناس لاجئين هاربين من بطش ومن آلة تقتيل جماعي كان يرتكب لا يرتكبها فعلا الحسن الثاني في الخمسة فهذه الناس يعيشوا في المخيمات طبقا للقانون الدولي أو ما ينص عليه القانون الدولي وهذا أهلنا وإخواننا السحراويين راح موجودين ولاجئين هنا في الجزائر ما بين أهلهم من يش عارف الرحلة انتعك وقدومك لما جيت انت في هذه الرحلة ساحظها الكثير من الإشاعات ومن اللغة الإعلامية سمعنا في الإعلام تعلام المروك وأبواق انتاعه قالوا بأنه محمد راضي الليلي هرب من متابعات قضائية وبعد قالوا تم اعتقال وتم سجنه وكان المدوينين آخرين والكذبين انتاعهم على كل حالهم معروفين بالكذب انتاعهم قالوا نتحدى أن يعود مرة أخرى إلى فرنسا يعني كيف كنت تتابع الكذب والتزييف الذي كان يرافق مسيرتك يرافق مسيرتك بالكذب كيف كنت تتبع أخبارك شوف هذا الشيكام الذي كان ينشر كان بالنسبة لي هو نصر هو ليس فقط نصر لمحمد راضي الليلي ولكن نصر للشعب الصحراوي لأنه اليوم الاحتلال المغربية اختصر قضية الشعب الصحراوي في قضية محمد راضي الليلي وهذا فخر لهذا الشخص الماثل أمامك لما كنت نشوف مثلا انه منار سليمي مثلا ولا غيره من من هذو اللي دافعوا على الاحتلال يتحدث مثلا عن هروبي من فرنسا يعني بمجرد بداية بمجرد انه يتفاجئوا بوجودك في الجزائر أول شيء تجيهم صدمة ويبدأوا يخطوا كيف يحدثوا يعني خبر آخر يكون أقوى من زيارتك للجزائر وهذا المخزن هو غبي يعني يعني نعرف اشتغلت داخل مؤسساته الإعلامية ونعرف كيف يفكر ونعرف على أنه أسلحته مع محمد راضي الليلي كل نهار يعني تتناقص إلى أنه أحد النهار يعجزوا عن الرد على محمد راضي اللي وبالتالي يعني يسكتوا ويصمتوا ويتموا بالعفل في الضربات اللي نعطوه إذن كان عليهم يحدثوا قصة أقوى من وصول محمد راضي اللي للجزائر وهو قصة أنه راه متابعة في فرنسا وهرب هي فرنسا عندها مطار وعندها شرطة حدود وأي شخص له يجري تقدم قدامها لابد له أن أول شيء يدلي بجواز سفره اللي هو ليست جواز سفر مغربي كما يدعي البعض هو جواز سفر خاص باللاجئين الموجودين اللي معترف لهم باللجوء السياسي يعني لما توصل المطار من خلال جواز سفره يقوموا بتنقيطك إذا كنت مبحث عنك لا يعتقلك ويدك الحبس إلا والله يحطك الحراسة النظرية والله ما نعرفها وهذه التفاصيل هي بعيدة على الشعب المغربي وهذه أعوال الاحتلالي يخدموا على هاي المسافة ويحاولوا يستثمروا فيها في الكذب إذا قالوا على أنه ممنوع من أنه فار من فرنسا على فار من فرنسا لأنه دريس فرحان تم اعتقاله في إيطاليا مع علاقة دريس فرحان بمحمد راضي الليلي طبعا الشعب المغربي ما يعطي راسول فكرة الوقت باشي يحلل هذا الشيء اللي يجيه من المخزن منين وصلت للجزائر جاتهم صدمة فكرة النورة وهرب من فرنسا ما أعطيت أكلها لأنني رديت عليها في الحين عاقب ذاك مني لحقت مخيمات اللاجئين الصحراويين خلقوا قصة أخرى شنو هي هذه القصة أنه الجزائر لم تسمح له بدخول بدخول الجزائر هذه ملي كذلك ضحكة أخرى وتدخل في هذا السياق أنهم يحدثوا خبر اللي هو يكون أقوى من وصول محمد رديل اللي تندوف رغم نهي تندوف أرض جزائرية ومنين دخلتنا الجزائر العاصمة رغم نهي دخلت الجزائر ومنين دخلت تندوف رغم نهي دخلت الجزائر المهم أنه بعد ذلك منين لحقت وسط وسط المخيم وبديت يعني نقدم هايك التغطيات وهو ما ازداد عندهم الضغط ارتفع عندهم الضغط وجندوا الأبواق وجندوا المتسكعين والمتسكعات في التكتوك وبدأوا يعني ينشروا هنا وهناك وطحت عليهم فكرة أخرى قالوا على ما نقولوا للمغاربة إن فلان بن فلان قد كشفنا واقع المخيمات وأنه راه عاميل للمخابرات المغربية ومرسول فيه مهمة باش يكشفنا المخابرات يكشفنا ما يزريف المخيمة وطبعا هذا ينطليع للجهلة وينطليع للناس اللي يمساكن فكرهم وقدرتهم على تحليل المعطيات ضعيفة منين استمر تواجدي في مخيمات اللاجئين الصحراويين عادي يقول منام السليمي أو محمد راضي الليليرا ما تلا تقابل عليه الجبهة ولا تلا تقابل عليه الجزائر ورأوا له يفر شور موريتاني يتموا ماشين بيا طبعا يسرحوا بيا هنا وهناك ويتكلموا عنه يعني هم يحاولوا يقنعوا أنفسهم بأنهم منتصري يعني يحاولوا يقولوا أنفسهم على أنهم قدر انتصرنا على هذا الشخص بأنهم هنا أنا حقا تلما أنا والله لا أدخل معهم في معركة أنا من يدخل معهم مع معركة أنا فقط أقوم بعملي الإعلامي اللي حرمت منه في المغرب اللي طورت بسببه من المغرب أنا مارسوا في المكان ليضمان لحرية الرأي والتعبير يشرفني على أن ينزور أهلي ويشرفني على أن ينزور أرض الجزائر ويشرفني على أن تكون عندي هاي المكانة وكانوا يقولوا فقط سابق كانوا يقولوا هو رأيهم شال مخيمات وبوليزاريو ما هي ثائقة فيه وبوليزاريو ما تعرفوا وبوليزاريو ما هي باغتوا لكن ما هم ناسين هما والله يتناسون إعلنوا مخيمات اللاجئين الصحراويين وأرض الجزائر الطاهرة رأي ما هو أي إن كان يدخلها إلما كانت أصلاً إلما كانت الجزائر موافقة على دخول محمد راديلي لما يدخل الجزائر وإلما كان يعني موافقين على أنه يدخل شار مخيمات اللاجئين الصحراويين راه لن يدخل مخيمات اللاجئين الصحراويين وإلما يعني إلما وافقت كل المؤسسات اللي هي مؤسسات رسمية صحراوية لن يدخل كذلك يعني الجزائر ولا مخيمات اللاجئين الصحراويين ولكن بالتالي هذا الشيء كامل الذي رأينا هو مجرد تبرد على رؤسهم لأنهما يعرفون أنه محمد راتي الليل صعب لكي يتحكم فيه وصعب على أنه يضبطه خاصة أنه هو يقدم الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة لكن والله في معرفة كلامك الآن انت ذكرت كيفش الكذب مولسة بطريقة احنا ايضا تابعناها أنا شخصيا كنت متبع في المواقع التواصل الاجتماعي وما يردده مجمعها حول إمكانية اعتقالك وفرارك وتحديوك وترجع لفرانسا ومع ذلك ترجع لفرانسا لكن الآن تتكلم من بريز يعني الشعب المغربي خلينا نقوله المغربي يتابع كل ما يجري من كذب هذا الكذب وهذا الدجل ومع ذلك أراهم ما زالوا يثقون بتلك الأبواق رغم أنه سرعان ما ينكشف كذبهم ودجلهم لكن ما السر لماذا ما زال الإنسان المغربي لم يستفق بعد ولم يعرف بأنه ضحية تجارين وكذبين كل مغايتهم وكل همهم هو تخديرهم للشعب المغربي وضمان البقاء للمخزن شوف يا أخي هو نظام المخزن هو أصلا نظام غبي وقائم دائما على تسير الشعب المغربي بناء على الغباء هو فعلا يعني ضعف التعليم المغربي ضعفه بشكل كبير جدا خلى المغاربة يعني ضعف القدرة على التحليل وقدرة على مواجهة الواقع وعاكب ذاك عادي يستغلهم ودائما يستغلهم بالجهل شوف قضية المسيرة الكحلاء والله هيك المسيرة الخضراء هي لو كان ما هو هذا الجزء الكبير من الشعب المغربي جاهل ما يأبد أن يمشي معه الحسن الثالث في احتلال الصحراء الغربي هو الشعب المغربي اليوم لو كان ما هو جزء كبير منه جاهل وهو ليس عيبا يعني جاهل ما هو عيب خاصة نطرحوا السؤال من كان يعني سببا في تجهيل الشعب المغربي هذا يعني لو أنه الشعب المغربي كان على ضر نعم الصوت يتقطع لكن سينيال يعني شيء متوقع لو كان الشعب المغربي واعي لو كان الشعب المغربي واعي لكان أصلا تاخذ مجموعة من المواقف القضايا المطروحة عليه اليوم من ضمنها هو التحكم فيه كشعب ضياع حقوقه قضية الصحراء الغربية لأنها قضية الصحراء الغربية هي تقريبا الآن هي الركيزة الوحيدة اللي يمزال واقف عليها نظام المخزن قضية الصحراء الغربية ولا شفت أنه مستثمر فيها جهد كبير يعني هي تقريبا هي الصوتع الوحيد اللي عايش عليه المخزن وهذا الصوتع لما اتزايت مع السنوات وما يلقى له نظام المخزن الحل شن هو الحل بالنسبة للمخزن؟ هو مواصلة التجهيل الشعب المغربي احنا اليوم نتالى اخ مصطافة لدكتور محمد دومير الاخوة كاملين اللي يشتغلوا في مواقع التواصل الاجتماعي احنا نقدموا خدمة للشعب المغربي باش نبينوا له حقيقة قضية الصحراء الغربية ونحكولوا تاريخه الحقيقي بعيدا على التاريخ المزور شن ردت فعل المخزن؟ ردت فعل المخزن هو على انه يهاجمنا احنا كاشخاص يشهر بينا يهددنا ينشر علينا الفيديوهات يحاول يسئلنا كاشخاص من اجل باش ذاك الشعب اللي يثيق فينا ويثيق في الرسالة اللي احنا نقدمها له ما تلا يثيق فينا هذا هو الهدف اللي يقوم عليه المخزن وفي نص الوقت يرسل لنا هذوك الاشخاص الثانيين اللي هما تكلمنا عنهم بي اللي هما بضاعتهم هي الكذب لان بضاعة اللي يجيب النمانار السليمي هي بضاعة المخابرات وما يجيبها من رأسه المخابرات اللي ترسم له واش ذاك اللي يقول واش له يتحدث وما هي المعطيات اللي يتقدمها وواحد ثاني كذلك لما يجي من مكان اخر حتى هو كيف مثلا مصري مستغلوا نظام المخزن والله واحد يمني حتى هو مستغل نظام المخزن حد دولو اجندا اللي هيخدم عليها ولكن شن البضاعة اللي عند المخزن باش يقنع الناس بان هذه الصحراء الغربية مغربية ولا حب ولا شي اذا لا هي يلجأ للكذب ولا هي يلجأ للضحك على الشعب المغربي احنا دائما نأكدوا لهم ونرجعوا بهم دائما للنقطة الاساسية واللي هي تقريبا القاعدة الاساسية اللي قائمة عليها حوارنا معاهم وكلامنا معاهم هو احنا رأنا نخاطبكم بالمنطق وحنا نتعامل معاكم بعقل وحنا نقدم لكم الحجج اللي ما يمكن أبدا حد يكذبها خير ذلك من النقاشات الجانبية اللي هي نقاشات هزيلة وفيها ياسر من الصبيانية هذا كممكن تم تلهو به ولكن رأنا في النهاية لا بد أن نصل إلى الحقيقة كل إنسان عاقل في المغرب الآن يعرف بأن الجزائر ما عندها مشكلة مع المغرب وله يفهم بأنه الصحراويين ما عندهم مشكلة مع الشعب المغربي ويفهم بأن النظام المخزني نفسه مقتانع بأن الصحراء الغربية ليست مغربية وبأن كل التاريخ وكل المعطيات الدولية والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي ومحكمة العدل الأوروبية وكل المقررات الأممية كلها تقول على أن هذه الأرض هي ليست مغربية وبأن الإنسان لك يعني صادق مع نفسه عليه أن يقبل هذه الحقيقة ويفهم شنه موقف شنه الموقعه هو من قضية الصحراء الغربية لأن هي قضية الصحراء الغربية تعني الصحراويين ما تعني الغاربة هي لكانت فيها مصلحة فهي مصلحة فقط للنظام لأنه المغرب اليوم شو مستفد من الصحراء الغربية لأشي؟ شو مستفد حتى مصارواته في المغرب شو مستفد هو لا قيمة تلهو في المغرب واشي يستفد في موضوع الصحراء الغربية واشي يستشار في الصحراء الغربية هل ينقلوا ماذا نفعل في موضوع الصحراء الغربية قرارات تأخذ من القصر وفقط إذن نحن اليوم حاربنا معامل حاربنا مع ذوك اللي يقرروا في المغرب ولكن ما خص الشعب المغربي يجي يدافع عن هذا لأنه هذو الناس اللي قابضين القرار في المغرب عندهم الآليات واشي يدافع على أنفسه في معرفة كلامك على النقاش النقاش حول قضية الصحراء الغربية في اليومين الماضيين كانت هناك مبينك وبين حميد المهدوي الصحفي المغربي أنا شفت أن التسجيل يقول بأنه مستعد لمناظرتك في موضوع الصحراء الغربية ونعرفه نعرفه مليحة أنا في المناظرات على كل حال وبعد ذلك يظهر لي أنه المناظرة لم تتم أنت أيضا أبدأت إعدادك وقلت له اختار أي منصة من المنصات هو لمستعد أن نعمل معك لكن المناظرة لم تتم يعني لماذا لم تتم هذه المناظرة كنا ننتظرها بفارغ الصبر ونحن عارفين قوة حجرة محمد راضي الليلة لديه الحق بكل تأكيد وعارفين أنه حميد المهداوي أنا شخصيا عم المناظرة أنا باري رح يجيب كلام عام بمعروفة ليقول فيها دائما لماذا لم تتجرى هذه المناظرة هو يعني أنا أنا شخصيا مستعد حتى لهذه اللحظة مستعد لمحاورة حميد المهداوي لكن باش نافهمو كرينولوجية هذا الموضوع اللي تكلمت عنه أنا كنت نرد عليه في هذه اللايفات يعني أنا نرد عليها أنا ما تكلمت عنه ولكن كنت كنت يعني نتكلم في حلقة مع نور زينو اللي هو أحد الأشخاص اللي دخلوه من اسباني دخلت المخابرات المغربية للمغرب بعد ما كان يصب محمد الساجس ويصفه بكل الأوصاف اللي ولما دخلت المخابرات المغربية نعدلت معاه حوار وحميد المهداوي بحكم أنه عنده مشكلة مع الصحفي المغربي علي المرابط فلما شاف فيديويا عند علي المرابط قام بالرد على علي المرابط ولكن خلطني معاه يعني رد علي كذا وحاول دائما الشخص أنا رديت عليه وقلت له أتحدىك في موضوع الصحراء الغربية تعال يا حميد المهداوي أنا أتحدىك أن نعدله مناظرة بهذا الخصوص وحدد التوقيت وحدد المكان وكل شي هو هو كحال المخزن وكحال هذا اللي يدفع دائما عن المخزن هشاش دائما مساكن لا يستطيعون أن يواجهوا وظهرهم يعني لا يتحمل وممكن تلعب على عصابه في فيديو واحد ومسكين يعني ما هم مقتنع بذلك اللي يقول ولهذا الإنسان اللي يعود معهم مقتنع بذلك اللي يقول ممكن دائما يرتاكب أخطاء فهو خرج في نفس الليلة تقريبا شي الحاد يا عصر في الليل أنا شفت فيديوها شي 11 تقريبا فيه دقيقة وكان يعني مستعجل وكأنه يعني كان راقد ومستفق ومشى مباشرة لتليفونه وستجل هذا الفيديو قالهم يعني يا أفلان أنا رأي هو محمد المهداوي وشهو خد دعم عند المسؤولين في المغرب هو محمد المهداوي يعني تحير فيهم على بالك أنا شفت قال مستعيد يعمل معك المناظرة لكن بشرط ما تسبش المسؤولين هنا تفهم باللي بو وعبارة عن بو يعني أنه هو يسلب شبا يسيل عليه ولكن أنت تسبه يعني مش دخله يعني أمر عجيب غريب فعلا لأنه لأخ مصطفى خليني نستعمل هذا المصطلح لأنهم مكاملين عزاك الله بحل كلاب الحراسة وما حاطينهم كلاب الحراسة إحنا نتكلمهم مع السيادهم ويجونا هم يتكلمون معنا ويردوا علينا أنا لما نتكلم عن محمد السادس أنا خسرت عليا محمد السادس رأو عنده وزارة الخارجية عنده وزارة الإعلام عنده الناتق الرسمي باسم الحكومة عنده يسلم الأخ حمد المهداوي أنا ما عندي تليفونك جميل أنك قبلت التحدي أنا رني قدام ها والمشاهدين له نبحث عن تليفونك وله نتصل بك في المباشر وله نحدد معك توقيت المناظرة وزمان ومكان المناظرة وما الحباب يكون سهلة باش حتى هذا الفيديو يكون شاهد علي ويكون شاهد عليه وهذه قبة الشجعة هذه هذو الناس الشجعان هم اللي قوموا بهذا العمر في اللايف العشية كنت تقريبا في منتصف اللايف نشوف جاني مساج في الميسنجر لأنه وصيت مصدر باشي يعطيني تليفون وعطيني تليفون وسط اللايف شفت النوتيفيكات سون جاتني في الميسنجر قلت لكم يا المشاهدين أنا رأني نتصل الآن بحميد المهداوي جاني تليفونه تصلت به مرة اللولة ما يجاوب ثالية ما يجاوب خامسة ما يجاوب ستة ما يجاوب ستة محاولات وسط اللايف وبعد يقطع علي ممكن المحاولة الرابعة والخامسة عاد يقطع علي كنت لكم رأعينكم أنا من هو الصريح من هو اللي يحترمكم كمشاهدين من هو اللي هو دخل هاي المغامرة وقرر على أنه يتصدى لحميد المهداوي يتصدى للرواية المخزنية كاملة فهرب في الليل وفاجأوا به بأنه ناصر فيديو يقول وانا قررت أن لا أرد على فلان لأنه جاتني ياسر من الرسائل في الخاص من الجمهور قالوا عنه جمهور وأوصاه بأن لا يناظرني ولكن الأخ مصطفى أنا فرضا عندي جمهور وأحترم هذا الجمهور وهذا الجمهور أشار علي بأن لا وناظر الأخ مصطفى بونيف ولكن أنا عندي عقل أنا هو اللي أنا هو اللي نعرف مصلحة اللايف ومصلحة الجماهير أنا هو اللي صاحب الموضوع أنا هو اللي هو قائد هذه الرسالة الإعلامية اللي عندي في قناتي وبالتالي فإنه لا فكرت ووصلت لأنه من الأفيت على أن أتجاهل رأي الجمهور وأنا قوم بالمناظرة لأنها ستفيد الشعب لا يقوم بهذه المناظرة لكنه اختبأ وراء الأكاذيب وهذه كذبة أنه الجماهير تصلت به وقاتل أولاد خاطب محمد رادلي اللي برغم أنه هاي الجماهير هي اللي ظل نهار كامل تسبنا في الله إفاد النهار كامل هي تطرع عندنا هون تتناقش معنا في قضية الصحراء الغربية نهار كامل هون تتكلم عن أولادنا وتتكلم عن والدينا وتتكلم عن روايات لمخزن وعن الكذب وخلى جوزته خلى أولاده خلى عائلته خلى أمه خلى خالته خلى عمته الكذب كامل نسمعوه من نظام المخزن إذن اللي هرب من المناظرة ليس محمد رادلي واللي هرب من المناظرة هو حميد المهداوي ولكن علىه هرب حميد المهداوي المناظرة لأن حميد المهداوي ما عنده قرار نفسه حميد المهداوي خد دائم عنده سياده محمد المهداوي خايف من كابرانات الرباط جماهير هي كابرانات الرباط هي الجماهير أنا بعد كابرانات كابراناتي أنا قالوا لي ما عندك مشكلة تتحاور معنا كابراناته هو ما قل له يتحاور معنا وهذا دليل على أنه الصحراء الغربية ليست مغربية ولو كان عندهم الحجة لا بحثوا حتى عنهم يتناظروا معك ولكن لا يتلاحظ في المستقبل في القريب يعني في هذه أيام المقبلة لا يتلاحظ على أنه ذوك جهابي دكامل اللي عندهم لا يتموا يخرجوا مرة مرة باش يقولوا احنا بغينا نردوا على فلان باش نقدموا لكو بالحجة على الصحراء الغربية مغربية بالمناسبة ذاك نور تديل الحداد ذاك يعني المؤرخ الكبير ما شاء الله هو شخصية كوميدية هذاك مش مؤرخ سمع خارج الليلة 18 دقيقة فيها ان شاء الله سأجيب فلان وحنا عندنا التاريخ والززائر وكذا ولكن ذاك التاريخ اللي كامل تتكلم عنه تاريخ مزور والمشكلة على أنه التاريخ كامل يتكلم عنه لا الصحراويين ما كان بوشعب ما كان قدر ما كان مغربي واحد قد خاض حرب في الصحراء الغربية ما كان حد كان في الصحراء الغربية قبل 75 وهذا هو وحنا اللي بغينا ننصل له لأن اليوم المعركة كيف ما هي معركة عسكرية هي معركة إعلامية والرأي العام المغربي لا يفهم مع الأيام على أن هذه الأرض ما عندهم حجة أفدا على امتلاكها وحنا ما حدا في كل حالات لايفنا راهم زال مستمر اللي عنده كامل حجة والدليل تاريخي على الصحراء الغربية مغربية بيجينا مرحبا بيجينا صدر الخوف يعني أنت رجل إعلامي صحفي قدير وعندك إبراء وانتقنت من صحفي في المغرب الآن رك صحفي صحراوي حر صحفي يحمل أيضا راية المناظر مسيف المناظر يريد تحكي لنا هذه الرحلة ولو في عجالة معلش حكينا هذه الرحلة تفاصيل الرحلة تاك من وسائل الإعلاء تصحفي في المغرب إلى الصحفي المناظر من أجل قضية شوف هو هي الصحافة بالأساس هي مهيبة قبل أن تكون يعني مهنة والصحفي اللي ينجح في مهنة الصحافة هو الصحفي نظم عنه الصحفي الموهوب أنا نشأت في بيئة صحراوية ومنذ سن الثالثة عصرة تقريبا كان عندي ولع كبير جدا بعالم الإذاع يعني في هاي كان أستاذ فقط قلت أنشأت في بيئة صحراوية حدثني على هذه بيئة وين منذ ربط أنا نشأت في مدينة قليميم المحتل يعني ولدت عام 1975 في مدينة قليميم المحتل وظليت فيها يعني إلى عام 1989 حيث غادرت إلى مدينة العيون المحتلة وفي مدينة العيون المحتلة حصلت على شهادة الباكالوريا عام 1995 وبعد 1995 غادرت مباشرة إلى الرباط ودرست فيها 95 96 97 98 99 وحصلت على الإجازة 99 وبعد ذلك سجلت في ديبلوم دراسات العلية المعمقة وحصلت على ديبلوم دراسات العلية المعمقة في 2006 وفي خضم من 1995 إلى مغادرتي للرباط في عام 2013 يعني قضيت كل هذه الفترة ما بين الرباط وما بين سلاة وطبعا مع زيارات متكررة للسحراء الغربية ولكن منذ 13 سنة منذ فترة تقريبا ما بين المرحلة الإعدادية والثانوية في مدينة قليم المحتل كنت أبعث مجموعة من الرسائل إلى الأقسام العربية للإذاعات الدولية كيف مثلا إذاعة اليابان قسم العربي إذاعة الصين قسم العربي إذاعة هيلفورسون في هولندا إذاعة هيلفورسون في هولندا إذاعة دوتشيفيلي في ألمانيا وكذلك بعض الأقسام العربية الأخرى في تركيا كيف القسم العربي وكنت أتوصل ببعض الجذاذات وبعض يعني كتيبات حول صور المذيعين وبرامجهم وكذلك الترددات يعني الإذاعية أكبر معايا هذا الحلم ولما مشيت للمرحلة الثانوية في مدينة العون المحتلة كنت مولع بتقديم يعني الحفلات المدرسية كنت يعني أصعد إلى المنصة وكنت يعني مولع بكتابة التقديمات وكان يعني حتى أن أستاذا يعني كان يسميني أن ذاك بمذيع مجلة سفر واحد لا ذكرتها كانت مجلة شهيرة هي مجلة ألمانية كانت تصدر من دوتشيفيلي وكان يعني بسبب طريقة اللي كنت نقدم بها يعني دروس وسط القسم كان يعني كان يرى على أنه هذا فلان من فلان قد يصبح في يوم الأيام مذيعا بعد ذلك تطور بحثي الإعلامي والإذاعي إلى شراء واقتناء الكتب الخاصة بلغة الإعلام يعني نقول لك على سن 16 سنة كان عندي كتاب اسمه المذيع في التلفزيون يعني كان هذا الكتاب هو أنا أعتقد كتاب سوري وكان يتحدث عن مواصفات المذيع الشكل المذيع طريقة لبس المذيع كيف يتحدث المذيع كيف يقدم نشرات الأخبار هذا نقول لك في سن 16 أو 17 سنة لما وصلت إلى الرباط كان حلمي أن ينتقل وننتقل إلى العمل وكان ذلك في حدود 1999 لما بدأت مذيعا في الإذاعة المغربية المركزية يعني أحترم الجميع أقوم بعملي بشكل يعني باندباط كبير جدا كنت لا أتزلف للمسؤولين يعني كنت معتز بقرامتي وكنت محاربا يعني رغم ذلك كنت محاربا الدرجة أنه لمدة ست سنوات ونصف قضيتها أنا بدون ترسيم داخل الإذاعة والتلفزة تصور ست سنوات ونصف ما عندك في الإذاعة والتلفزة المغربية راتب شهري ولا عندك تقاعد ولا عندك تغطية صحية ولا وحتى راتبك هزيل أنا بديت في الإذاعة المغربية براتب 130 أورو 130 أورو ولما طلبت المدير باشي رفع الراتب رفع لي اليرو 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 إلى 150 أورو يعني 120 أورو زيادة وقضيت سنة ونصف وأنا تقاض 150 أورو في الرباط وكاري منها ونوكر منها ونشترب منها وعيش منها ورغم ذلك وسط هذه المعركة وسط هذه الحرب ورغم ذلك يعني أثبت كفاءتي وسط استوديو رقم 4 حتى أن ذوك المذيعين القدامة اللي كانوا معنا كانوا يقول لهم أنه فلان يستحق أن يكون مذيعا معنا في 2001 اشتغلت بالموازات مع إذاعة والتلفزة تقدمت لاختبار لقناة الان بي سي كانت تبحث عن مراسل لها في المغرب وتقدمت لان بي سي وقبلت من طرف الان بي سي وقضيت معها ثلاث سنوات إلى حدود 2004 أنا ذاك أصبح راتي بي تقريبا حوالي 1000 دولار 1200 دولار ومن خلال تجربة الان بي سي تعلمت الكثير في مجال خاصة في مجال التقديات الإعلامية الاحترافية لأن الان بي سي تحلك فرصة اختيار المواضيع وتنقلك الاحترافية يعني تنقلك إلى الاحترافية لأنه مستنقل إذاعة والتلفزة المغربية لا صعب على أنك ممكن تتطور فيه وكنت قلت لا الأول صحفي أول صحفي داخل الإذاعة والتلفزة المغربية الذي يدخل ما يسمى ب تلك المقاطع اللي يظهر فيهم الصحفي لما يكون في تغطية في أفغانستان مثلا والله في العراق والله كذا يظهر لك المذيع في النهاية يقول لك كذا وكذا فلان بن فلان من بغداد مثلا قناة الجزيرة بغداد وهذا للآمانة بش شايفهم وهم لأنه محمد رادي لم يكن كسولا داخل الإذاعة والتلفزة ولم يكن إنسانا انبطاحيا ولم يكن يقبل الآياد بل إنه كان أفضل الصحفيين داخل الإذاعة والتلفزة ولكن كانت تمارس عليه عنصرية ضد الإنسان الصحراوي والحمد الله يعني بعد 14 سنة من الإذاعة والتلفزة كان فيها العمل كصحفي ومذيع محافظ داخل استوديوهات الإذاعة المغربية لمدة سنة ونصف وكان فيها 11 سنة ونصف من العمل داخل التلفزيون ما بين صحفي يقوم بمرافقة الوزراء ورؤساء الحكومات إلى العديد من الدول يعني الشيلي الولايات المتحدة الأمريكية غزة فلسطين سويسرا هولندا فرنسا سبانيا موريتانيا سبع مرات ليبيا ثلاث مرات مصر مر واحدة المملكة العربية السعودية مر واحدة سوريا مر واحدة إيران مر واحدة إضافة إلى المشاركات أيضا في المهرجانات الدولية مهرجان الجزيرة للأفلام الوثائقية التي كانت أول دور له في 2006 عمد راضي الذي شارك ببرنامج وثائقي من 50 دقيقة وفاز به بجائزة لجنة التحكيم وهي الجائزة الوحيدة لفاز فيها التلفزة المغربية على طيل مشاركات التلفزة المغربية إلى يومنا هذا يعني المغرب يشارك في مهرجان الجزيرة ولكن لا يحصل على جائزة واحدة إضافة إلى كل لذلك لأنه الحمد لله الصحفي الوحيد في تاريخ التلفزة المغربية الذي حصل على شهادة تنويه من الرئيس المدير العام للإذاعة والتلفزة المغربية بعدم قبول الرشوة في 2007 الشهادة عندي إلى يومنا هذا موقعها للرئيس المدير العام للإذاعة والتلفزة المغربية فيصل عريشي إذن شنه اللي أدى إلى طرد محمد راضي ليلي في 2013 طبعا استمرارية لكل هذه الممارسات اللي هي ممارسات عنصرية والتي تعتبر أنه أي إنسان صحراوي هو ليس إنسان مغربي حتى ولكن خدم في مؤسسة إعلامية مغربية أو خدم في وزارة مغربية فإنه دائما يطرح عليه علامات استفهام أنه بالنسبة لهم هو صحراوي وقد تنفجر صحراويته في أي لحظة وهذا اللي خاف يعني خاف أنا أعتقد أنه خاف رديلي داخل التلفزيون وخاف أنه يكون لما كان عند الجمهور المغربي خاصة أنه الحمد لله لمدة خمس سنوات لم يحصل مذيع ولا مذيع واحدة على أفضل نسبة المشاهدة في القناة اللولة المغربية إلا محمد رديلي اللي كانت ماروكوميتري اللي هي مؤسسة لقياس نسب المشاهدة كانت تقول أن محمد رديلي لكل شهر لمدة خمس سنوات تقول أن محمد رديلي حصل على نسبة أربع ملايين ومئتين ألف مشاهد رنكشفت الآن نشرات المغرب شكو اللي شاهدها ما كان اللي شاهدها ولكن كانت تشاهد بناء على طريقة مميزة في التقديم لأنه لما تكتب التقديم بطريقة احترافية وقصير والناس ترتاح لك وتسمع لغة عربية فصيحة بالمناسبة لأخ مصطفى بونيف هذه اللغة العربية المتواضعة التي يتحدث إليك بها ناجمة عن ماذا ناجمة عن قراءة الروايات كنت ملعا بقراءة الروايات عبد الرحمن منيف وغيره من الروايات وكنت أقرأ رواية في ظرف ثلاث ساعات في ظرف ثلاث ساعات أنهي الرواية وبالتالي أصبح هناك زاد معرفي هناك لغة عربية تقدم لها هؤلاء المغاربة الذين لا يفهمونها حتى أن هنا كان عندي صراع داخل هيئة التحريق أحيانا معهم حينما كانوا ينطقون مثلا حينما يتعلق الأمر مثلا بصاحبة السمو الملكي الأميرة فلانة بنت فلانة هناك إحدى الأميرة اسمها مريم وفي اللغة العربية لا يوجد مصطلح ميريام ميريام يوجد في الفرنسية ميريام لكن في اللغة العربية يوجد مصطلح مريم وكنت أنطقها في التلفزة المغربية بصاحبة السمو الملكي الأميرة مريم فكانت تأتي لملاحظات وقلوا لي خاصة تقولها ميريام قلهم لا إذا كانت في القرآن الكريم تنطق مريم فيجب أن تنطق في التلفزيون بمريم وهذا كيف قلت وداخل في إطار نحن الحمد لله جينا يا الأخ مصطفى نحن كسحراويين نحن أعطانا الله البساطة وعطانا الله بيئة قوية جينا منها ونحن ناس أصحاب قضية ونحن ناس لا نتغير لا تغيرنا الأزمان ولا الأمكنة ولا الوطيلات ولا الأموال الحمد لله أنا داري في سنة شاريها بالكريدي 25 سنة ولا زالت إلى حدود اليوم إذن لما كنا في هذا المستنقع لهو مستنقع حقير كنا دائما نحافظ على أصلنا وعلى شرفينا لأننا نمثل أصلا معينا وكذلك نمثل شعبا عنده قضية في 2013 نعم يعني فقط أنت كنت موجود في التعامل في مؤسسة الإخداع والحديثين القربي وسبب مغادرتك ليست لأسباب مادية ولكن بسبب أنك كنت تتعرض لعنصرية بسبب أنك صحراوي هكذا يعني بشأن أنا نفسي قصة خروج ومغادرتك يعني ما هي القصة القشة التي ظهرت بعيد وجعلت من محمد راضي الليلي يغادر لا هو يعني أنا نفسي لم أفهم الأسباب التي أدت إلى طردي لأنه ما كان يشهد دولة في العالم تقوم بطرد مقدم أخبار يعني كان يحقق أحسن نسب المشاهدة نسبة المشاهدة كانت وصل 46% وبعد مطردي كانت أصبحت فيه 3% يعني فقدوا 43% إذن بعد يعني أنا لم أفهم نفسي لم أفهم لماذا طرت كانت مؤامرات من المديرة مع الرئيس المدير العام للتلفزة وبالتأكيد القصر عنده دور والمخابرات المغربية عندها دور في هذا الموضوع كذلك انتمائي يعني بالمناسبة محمد راضي الليلي ينتمي لأسرة صحراوية يعني هي من أكبر العائلات التي وجدت في سجون المقبور الحسن الثاني وكانت مناضلة البوليزاريو اليوم أول حكومة لها كانت في 1976 وكان يعني أحد أقاربين وهو محمد لمين أحمد الليلي هو أول رئيس حكومة في البوليزاريو إذن كان هناك كان هناك خلفية سياسية معينة ولكن أنا نفسي لم أفهم الطرد لم أفهم أسباب هذا الطرد في 2013 لأنني قدمت النصرة في المساء واختلفنا على عنوين النصرة اللي هي بالمناسبة كيف تقديم كيف كتابة النصرة هم يقولوا طبعا يقولوا بأنه فلان كان يقرأ النصرة النصرة تقرأ في القنوات الدولية كيف العربية الجزيرة كذا المذيع يقرأ النصرة لكن في التلفزة المغربية المذيع هو من يكتب النصرة ويقرأ النصرة إذن لما قرأت النصرة وكتبت النصرة وكتبت العنوين اختلفت مع مديرة الأخبار لأنها قامت بتغيير عنوين النصرة بما يجعلني لا أستطيع مجارات الوقت المناسب لأن كل عنوان عنده مدة زمنية عنده سبعة ثواني أو ستة ثواني وفي المباشر بالتأكيد ستخطئ إذا كان قام حد بتغيير الكلمات المستعملة في العنوان في اليوم الموالي طرت رفع تقريري للرئيس المدير العام وبعد ذلك حذف اسمي هكذا بجرة قلب أنا حدود اليوم بكل بساطة بكل بساطة أتحداهم اليوم اليوم هذا في الفين نحن اليوم عشرين في شهر ستة الفين واربعة وعشرين أتحداهم أن يثبتوا لي أنهم قد سلموني قرار الطرد فراصل أنه الأخ مصطفى أنا اللي أحدود اليوم ما عندي قرار الطرد مكتوب يعني هذه أغرب قصة طرد من العمل أسمحها في حياتي صحفي نعم يعني على الأقل وخاصة أنك في مؤسسة عمومية يعني على الأقل يكون كائن باجتماع مجلس تديمي نعم نعم من ذلك إجراءات التوقيف ويكون عندك حد الحق فيما معت المتابعة القضائية لكن أنت تأكيد جالس في آمان الله قال لك إخلاص ما عندي إلى يومنا هذا قرار مكتوب بالطرد يعني لما جيت ندخل الإذاعة والتلفازة لقيت العساسة في الباب يقولوا لي ما تدخل عساس الباب ليس البوليسي لأن هناك شرطي هناك واحد من الاستعلامات العامة هو الذي يكلف بالباب ولكن لا هذا هو حراس خاصين قال لي ما تدخل أتصور أنت الأخ مصطفى كيف ستشعر وأنت تمنع من طرف واحد حارس خاص تمنع من دخول التلفزيون أنا بغيتك تقولي الإحساس اللي كنت أحس به أكيد شعور ليسط هنا غريبة يعني يعني أول مرة نصنع منك بهذا الشكل يعني أنا نعرف أن الموظف لما يتوقف عن العمل تكون هنا إجراءات سابقة وإجراءات لاحقة وضعوضات وشيئة كثيرة يعني يتم الكلام عنها لكن أنك تجي داخل من الباب يقول لك لا تموكوك يعني ما هي إجراءات اللي يعملتها كذا بعد طبعا طبعا لما جيت ندخل قال لي ما تدخل معي تمشي جبت المفوض القضائي ووثقت عملية التوقيف في الباب وعدت نجي كل أسبوع نجي لنقر الإذاعة والتلفزي ويجيب معي المفوض القضائي باش ما يقولوا لي بأنني تركت المنصير ورسلوا لي محامي باش يدخل معي هو محامي السلطة ودخل معي وعاد يقبض وثائقي ومشيت المحكمة الإدارية وأعطيت التعليمات للمحكمة الإدارية الابتدائية وبعد ذلك مشيت المحكمة الإدارية الاستئنافية وأغلقت القضية كدامي ومشيت ما يسمى بالنقد ما أنا عارف شو يسمى عندكم في الجزائر محكمة النقدية المرحلة الثالثة من التقاضي محكمة النقد في المغرب لا تحكم في الملفات إلا بعد سنتين أو ثلاثة أنا من أجل باش يقول لي راه ملفك مغلق بلا ما تصدع راسك راه التعليمات الجائية من الفوق حكي ما في ملفي في ظرفي أربعين يوم أربعين يوم باش ليس بمناقشة القضية لعدم قبول الدعوة تعرف لما يقول لك حد عدم قبول الدعوة لا يدخل معاك في التفاصيل ما يدخل معاك في التفاصيل يعني هذا كله بسبب اختلاف في عنوين تع النشرة لا يمكن وعناوين تع النشرة أبدا وبدأت المقالة الصحفية هو رو خدام مع الجزائر رو خدام مع المخابرات الجزائرية راه كان منعفاش خدام منعف شبح هناك قلت لقيت واحد يدخل بيوت المغاربة كل مساء يقول له موظف شبح يعني غريبة هذه وقال لك بأنه كان في التعليم أنا والله ما فهمت أنت كنت أنا معلم قال وقد كان معلما أنا ما أعرف أنا 99 تخرجت من الجامعة في يوليوز 1999 واستفت ودخلت مباشرة إلى استوديو رقم 4 في يوليوز 1999 وغادرت الإذاعة والتلفازة يوم 21 يوم 20 في شهر 6 2013 منين كنت في التعليم الله أعلم من هم التلاميذة التي كنت أدرسوهم الله أعلم ما هي المدرسة التي كنت أدرس فيها الله أعلم سبحان الله أنا لا علم لي أنا لا علم لي أنا لا علم لي بأنني كنت مدرسا في مدرسة معينة ولكن هم هذا نعم يعني أكيد كان بينك وبين النزل والحروف أو الجهات القضائية ولكن على الأقل بيناتك منيقاش وحوار يعني هل قالوا لك بأنك عميل للجزائر هكذا مثلا لا 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 شوف هذا النظام حقير والناس اللي خدموا معه حقراء شوف النهار اللي طورت من الإذاعة والتلفازة وأغلقت أمامي الأبواب وعتنجين عدد الإضراب عن الطعام قدام الإذاعة والتلفازة وكان الزملائي يمروا من إحذايا وما يبغوا يسلموا عليا وكنت لما نبغي الناديهم يقولوا يتضامنوا معايا ما يبغوا يتضامنوا معايا ولما نمشي في عمليات تضامن لأنني نظمت 57 لقاء تضامني لأخ مصطفى أنا نظمت 57 لقاء تضامني في المغرب شوف بديت من الطرفاية ومشيت العيون المحتلة ومشيت البوجدور المحتلة وعاقب ذلك مشيت الوجدة ومشيت العريش ومشيت القناترة ومشيت الجديدة ومشيت المراكش أولى خليت مدينة 57 لقاء تضامن وكل هذا الشي على حسابي ما عندي لجنة تضامنية ولا عندي ميزانية وراتي بي مقطوع وداري ليتوبع في المزاد العلني والمقالات تنكتب ضدي وأنا خدام مع المخابرات الجزائرية يا أخي أنت لما تكون خدام مع مؤسسة معينة جاب الله للفراق كيف ما يقولوا أعطيني حقي أعطيني حقي أبرر لي ماذا طردتني خليني حتى ندافع عن نفسي أنت تمشي تقطع راتبي في اليوم الموالي وتبقى تكتب علي أنا خدام في الجزائر وتمشي لأولادي باش تسردهم مشلوحهم في الشارع وتبقى تكتب علي بأنني خدام مع الجزائر وتعطي تعليمات للإذاعات والتلفزات في المغرب بأن ما يشغلوني وتبقى تحرش علي الصحافة وأعطيني ترسل لي واحدة باش تكبضني عندي السيارة بتحط لي فيها المخذرات باش ترسلني للحبس لأنني فوت الأخ مصطفى ثلاث سنوات ونصف وأنا أتصارى مشي شهر والله شهرين والله والله سنة ونصف ثلاث سنوات ونصف ثلاث سنوات ونصف وأكتب المراسلاتي للدول الملكي وتلتحف لأبوبين وأكتبها إلى الكتابة الخاصة لمحمد الساجس وتلتحف لأبوبين وأكتب إلى رئاسة الحكومية وتلتحف لأبوبين وأكتب إلى وزير العدل وتلتحف لأبوبين وأكتب إلى وزارة المالية وتلتحف لأبوبين وأكتب إلى كل مؤسسات وكأنك مجرم يجيب إعدامك يجيب إعدامك بالرغم أنه يقول لك راه الناس كانوا يمتعاطف معاه وراه الإنسان يستحق لأنني أنا لم أطلب أنا ما طلبت لأراغيف ولا طلبت صدقها من حد ولا أنا طلبت فقط علاقة شغلية أنا كنت تعمل معك 14 سنة من أنت بغيت تستغني عني تعطيني حقوقي وتقول لي السبب لكن تطردني تعسفيا تعطيني التعويضات وخلاص لكن تبقى تكتب لي بأنه رأيك تعمل مع المخابرات الجزائرية أوه سجني سجني أنت عندك بأنني تعمل مع المخابرات الجزائرية أنا ثلاث سنوات شوف ثلاث سنوات يا أخي وصلوا يا الأخ مصطفى بنيب إلى أنه في 2000 قبل مغادرة للمغرب تم اعتقالي يوم زيارة ولي العهد الحسن الثالث لمدينة سلل جديد تم اقتيادي لمخفر الشرطة وقفلوا عليها بحل مجرم وصورت فيديو من داخل الكوميسارية عقب ذاك جاعد الأضحى في 2016 وصلوا يا الأخ مصطفى إلى أن قاموا بسرقة أضحيتي من منزلي قاموا بتغيير الأضحية جاءوا إلى الإقامة التي كنت أسكن فيها في سلة جديدة وقاموا بتغيير الأضحية قبضوا الكبش اللي سريت وحطوا لي خاروف صغير قصة مثيرة من بعد لأن نحكيها إن شاء الله بشكل فوكاهي لأنه هي في الحقيقة عشتها عشتها بالألم وعاشوها معايا أبناي ولكن يعني قصة فيها ياسر من فوكاهة لأنني ذبحت كبش واحد ثاني وعقب هذاك الواحد وقف عليها وعقبنا خلينا هذاك الكبش ما كمن سليخته وعقب منشينا المكان الأضاحي وعقبنا وعطينا أضحية لهذاك صاحب الكبش وعقب هذاك الشاب يطلع به للسطح وكان له يذبحه وقف عليه صاحب الكبش وعقب رده كذلك التحت وانتظرنا إلى نهاية اليوم باش نشوفوا ماذا تبقى في الحاضرة اكتشفنا بأنه هناك خروف صغير قد أغير بخروف الحقيقة يعني 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 مارسوا علي كل أشكال الإجراء وكل أشكال التمييز ودخلوا معي في حرب كأنها الحرب العالمية وكنت يعني شعوري يعني ذاك بالإقصاء يعني يتصور الإنسان يحس بالإقصاء يعني والجميع يتنكر لك المحكمة تتنكر لك والمؤسسة تتنكر لك وأنت في مواجهة ديونك وأنت لست لا لصا ولا قاطع طريق ولا مجرم ولا ارتكبت أي شيء ويستأسد عليك ويمشوا المحكمة يمنعك من حقوقك ويمشوا البنك تصور للعادل البنك بغي يبيع الدار يعني قطع الراتب يعني على أي أساس يعني يعني فهمنا يعني وقفك تعسفيا من العمل وغيره يعني إلى وسط الدرجة سرقة كبش العيد والبنك على شاء يحجز لك عن البيت يعني انتكن عندك ديون معهم ورا كيف لأنني شاري بنزلي بخمسة وعشرين سنة بقرد قرد سكني ومنين توقف الراتب توقف البنك يعني من الوقت البنك مثلا عنده باش يتخلص بالدار ولكن كانت ضغوط على البنك باش يسرع إجراءات البيع كانت ضغوط عليه كانت ضغوط باش يسرقه باش يبيعه الدار باش يلوح أولادك في الشارع إضافة إلى ذلك كان قضية سرقة سيارتي في أقادير عندي أخت في أقادير تسكن في أقادير كنت دايما نجي عندها و بنت عندها إحدى اللي يالي في الصباح نجي للسيارة تحت الدار يعني مع سيارات أخرى فأكتشف على أنهم قاموا بكسر زوزاجة تريونغ التي هي ثلاثة سيارة وفتحوا البوابة السيارة السيارة كانوا فيها كانوا فيها يعني بيدل بيدل كومبليات بالقرافات وكل شيء وكانوا فيها نظارات كذلك رائبا وكانوا فيها كذلك كانت فيها تقريبا حوالي 160 أورو في البواتاكو لاهم سرقوا البدل ولاهم سرقوا نظار ولاهم سرقوا الأموال وإنما بعثروا السيارة كامل بعثروا محتوياتها كاملة وناديت الشرطة العلمية جاء الشرطة العلمية قبضوا البصامات بعد ذلك قال لك بأنه لم نتمكن من الوصول إلى المجرم هل وضعوا ميكروفونات في السيارة الله أعلم هل كانوا يبحثون وسط السيارة على ما يمكن أن يخدم أطروحتهم الله أعلم لكن يمكن هذه الأحداث كانت غريبة لذلك في النهاية في نهاية 2016 قررت مغادرة المغرب وطلب اللجوء السياسي في فرنسا طبعا كان عندي هنا الوالد رحمة الله عليه هو مقيم في فرنسا مدة 46 سنة ودعيت على أنه مريض ويجب أن أزوره ولذلك نجاني الله وغادرة المغرب لأنه بعد مغادرتي عندي صديقي يشتغل مع وكيل الملك في سلا لتابع له سلا وقاب بتأنيبه استدعاه حتى إلى المكتب وأنبه وقال له لماذا لم تخبرنا بأن صديقك لا هي يمشي شهور فرنسا يطلب اللجوء السياسي قال له حتى نغلق عليه الحدود تغلق عليه الحدود عليها مجرم لاصر قال الملاي تغلق عليه الحدود بأي موجب بأي ذريع طبعا لأنه لم يتوقع هذه المفاجآت لأن الصحراوي في كل الحالات الصحراوي لا يمكن يبدو أن نهزمه نحن لن ندخل معارك نهزم فيها نحن ندخل معارك حقيقية ومستعدلها وقدم بها والله سبحانه وتعالي يعمي عننا العيون لأنه كان بإمكانك كان بإمكانهم يوقفوك في المطار وممكن كذلك أنهم يمنعوك من المغادرة وبعدها يرتبوا لك جريمة ويعتقلوك كيف ما فعلوا بقية الصحفيين بعدها لما وصلت هنا في فرنسا ما خلاني طبعا كذلك نعيش بسلام فبدأوا في المراحقات والتهديدات وكذا إلى أن وصل بهم الحد بأن يمنعوا أطفالي من مغادرة المغرب في 2021 لما يعني قمت بالإجراءات التجمع العائلي ما يسمى بالقين الفيكاسون فاميليال اللي تعطي لكل لاجئ السياسي الحق في لم الشمل بالنسبة لكل لاجئ السياسي فمنعوا من مغادرته 13 يوم منعوا من مغادرته 13 يوم وهما يتلكوا لهم صبح مساء 13 يوم وهما يختلقهم في الأعذار ويستقبلون زوجتي السابقة في العمالة فيما يسمى بلا بريفكتور وكانوا يعني يجوا مسؤولين قلت لي يعني يلبسوا لغرافات ولكومبيليات ويناقشوا معها ويقول لها أنتم ممنين ماشيين وشوفوا العائدين رهم شاو جاءوا من مخيمات اللاجئين ولاش ماشيين وغورا ان شاء الله الدور يرجع للمغرب وكان هناك من نوع من الدغط إلى درجة أنه قمت بمرسلة ما يسمى بالمدافع عن حق الإنسان هنا في فرنسا وقلنا كذلك بمرسلة الأمم المتحدة في جونيف وبعد ممارسة الدغط على السلطات المغربية سمح لهم بالمغادرة وكان وراء هذا الملف بالخصوص فؤاد علي الهمة اللي كان يعني ماسك بهذا الملف بنين جاءوا هون في 2021 ما تركوا كذلك بسلام ودخلنا في يعني إشكاليات أخرى عائلية سببها أيضا المخزن لأنه كما تعلم أنه المخزن إذا لم يستطع على أنه يدمرك يعني ماديا يمر معاك معنويا وإذا ما ينجح مشاكل لي عميقة جدا والحمد الله يعني في كل الحالات محمد رضي اللي خارج دائما منتصرا والأيام كلها لا يتحاسبوا على ما فعله لأنه هاي المواقف مثل هاي المعارك ما يمكن تخوضها إلا مرأ متحزمة وراجل متحزن إلا كانت المرأة ما متحزمة يدخلوا لك من هذا المكان ولكن في كل حالات الآن الحمد الله يعني أولادي الحمد الله يدرسون بخير وعلى خير هنا في فرنسا الوالدة ما قلت لك كذلك قصة الوالدة لأنهم لما فشلوا فشلوا قالوا ممكن على أنه لمشينا عند والدته وصورناها ممكن نضغط عليها وممكن هي تضغط عليه وممكن يعني نطلب منها أنها ترد ويرجع من فرنسا ونعطوه اللي يبغى وكذا فذهبوا إلى والدتي بيش تعرف الجبل أنت أنا مثلا شو عندي إلى غرضان بوالدته لما ألجأ إلى والدته معناها لأنني أنا فاشل لأنني أنا أني كل الأسلحة اللي عندي استنفذت يمشون عند الوالدة يصوروها وبقوا يقول لها أو يقول لنا ولدك أو يقول إن كذا وقولي عنك مغريبي أو يقولي عن ولدك مغريبي أو يقولي عنك كذا وفي النهاية نصروا فيديوها وليس من حقهم لأنهم شهروا بها وتعدوا عليها ليست من الناس اللي يشوفوا فيديوهات ولا يعرفوا ماذا ينشر ولكن هذا العمل الجبان الحقير هو نفسه ما مرس أنذاك في بداية السبعينات على الأخ مثلا محمد سالم ملد السالك اللي كان وزير خارجية وزير خارجية الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الذين يعني مرسوا الضغوط على والده وعلى والدته بل سجنا وسجنا وسجنات أخواته كذلك وتوفى والده ووالدته في السجن رحمة الله عليهما جراء التعذيب وكذا ولن ننسى كذلك الأب محمد لمين أحمد الليلي اللي قتلك حتى وكذلك أنا هو الرئيس حكومة في البوليزاريو الذي اختطف الاحتلال المغربي والده ووالدته وآخاه وآخاه الثاني وشقيقته خمسة أفراد من العائلة قضوا 16 سنة في السجون السرية لتزم مارت وقلعت مكونا دون أن يحاكموا دون أن يقفوا حتى أمام قاضي وكانت ممارسة من أجل باشي الاحتلال باشي الأب محمد لمين أحمد يتراجع عن مواقفه كذلك مشاول جريدة شوف تيفي في الفين على ما أعتقد الفين وسبع عش والله الفين وثمانتعش وكتبوا مقالا سموه محمد راضي الليلي كذا بأنه لقيط وقالوا إن والدته قد حملت به سفاحا من والده كذا وكذا في المكان الفلاني وقد نشأت خلافات بين القبيلة الفلانية وبين القبيلة الفلانية وأن هناك كانت هناك تدخلات للم هذه الفضيحة وأنه يعني نتاجه علاقة غير شرعية يعني نقولك لا حوله مساكين يعني لما تنظر إلى هذه الخزعبيلات التي ينشرونها ولازالت يعني تتداول إلى حدود اليوم الوالدة قامت برفع دعوة قضائية في مدينة الدار ربيضاء وحكم على شوف تيفي بحكم ابتدائي واستئنافي بخمسين ألف تقريب خمسة ألاف أورو تعود للوالدة مع سحب المقالات مع نشر اعتذار ولان يعني لازالت القضية في محكمة النقد بالرباط إذن هذا النظام اللي قادر على أن يستعمل كل هذه الوسائل هو نظام يعني لا أصل له ولا شرف هذا النظام ما عنده حتى مرجعية ولا عنده أبدا حتى قيمة ولا يخيفوني يعني أنه مثل هذا النظام ما يخوفني يعني حبيت فقط وانت موجود لأنه في المغرب هل يعني هل كنت تحمل قضية الصحراء الغربية يعني في قلبك أو كنت تعلن مواقفك أمام زملائك ربما هذا الشيء اللي خلاهم يحقدوا عليه كل هذا الحقد يعني مثل صحراوي من الصحراء ومؤمن بلادك حرة ومستقلة عن هذا الكيان ولا غيرت قناعات كما بعد حبيت نعرف هو هو الأمر ليس مرتبط بالقناعات شوف أي إنسان أي إنسان صحراوي لا تفهم علاقة الإنسان الصحراوي مع القضية الوطنية الصحراوية شوف الإنسان الصحراوي بقى دائم من الصحراوي حتى ولو اشتغل في أي مؤسسة وانا ما وانا ما كان عندي منصب سياسي أنا كنت موظف يعني كنت يعني صحفي في مؤسسة أنا لا كنت رئيس الحزب ولا كنت مستشار الملك ولا كنت وزير ولا كنت يقرر في السياسة أنا إنسان كيف الأخ مصطفى يعني خدام على راسه في إدارة معينة حتى مواقف ولا أراه لن تغير الشئ لأن لما تكون أصلا مع النظام السياسي في المغرب وتكون تقاضى راتب على العمل السياسي اللي تقوم به فأنا ذاك يعني أنت مجبر على أنك تقوم بخدمة النظام والدفاع عن هذه الأطروحة لكن إحنا كالسحراويين اللي إنشأنا في المدن المحتلة كنا دائما في الليل نسمع الإذاعة الوطنية السحراوية وكان عندها تأثير كبير علينا لأن ذاك الكلام اللي نسمع والعبارات والشعارات والثورة والجيش التحريش الشعبي السحراوي والانتصارات وكذا ذاك دائما يبقى ترسخ في ذهن أي إنسان ولكن تجي لابد أن يأتي الوقت المناسب لأن تخرج هذه الترسوبات اللي كانت في فترة الطفولة واللي تكون الإنسان كذلك لما مشينا للجامعة المغربية كنا طبعا يمارسوا علينا العنصرية في الجامعة المغربية وكنا دائما يعني لا معنا الحق في الحي الجامعي كنا يا أخي مصطفى كنا الباسناء الباسناء هو اللي نطوه ونتوسدوه في الليل في الرباط باش ندرسه في الجامعة يعني إحنا ما كانت عندنا أفدا أي مكان في هذا النظام ما كان عندنا مكان في هذا النظام ولكن الوعي دائما نقول أنه الوعي بالقضايا هو وعي تراكمي لابد لك أن تصل إلى قناعة معينة وتنفتح عينك على قضية معينة لابد من الصدمة يبدو أن هذاك الطرد هذاك الطرد نبهني أنا لأمر مهم جدا هو على أن الإنسان السحراوي حتى وإن قال أنه مغربي وسط هاي المؤسسات هو لا يعتبر من طرفهم بأنه مغربي ويعتبر بأنه سحراوي ولأصل فيه أن يعود إلى أصله وأن يدافع عن قضية معينة لأنه اليوم الأخ مصطفى شون يمنعني أنا اليوم نتفاوض مع النظام المخزني ونكبر مليارات ونرجع للمغرب لكن قناعاتي لا تباع ولا تشترى لا في المغرب ولا خارج المغرب أنا لسته إنسان كان يباع والله ينشرع والله كان يستغلوني أنا ما كان يستغلوني أنا ما كان أبدا يقول لي واحد يجي منهم يقول لي وتعالي نظموا ندوى ونهاجموا فيها الصحراويين ونقولوا بأنهم مرتصقة والذلوى العار والمجرمين وهاجمنا الجزائر بعدا ما تلقى لي مقطع واحدا نهاجم الجزائر خلال تواجدي في المغرب لن تجد مقطع واحد وهاجموا الصحراويين وأصفوهم بالشرذمة أو المرتزقة أو قطع الطرق أو مخيمات الظلوى العار حتى في النشرات في النشرات كنت نقول أهالينا في المخيمات وما كنت نقول أصلا مخيمات الظلوى العار وما كنت أصفوهم بالشرذمة والمرتزقة ولو كان عندهم اليوم مقطع لنشره لك لكان نشره لك هنا وهناك صحيح؟ قلت بأنه الصحراء المغربية في وقت من الأوقات صحيح بأنه في النشرات الإخبارية أنت مفروض عليك تكون الصحراء المغربية مفروض عليك وإلا ستذهب خمس سنوات للحبس لكن يبقى القناعات ويبقى الأصر ويبقى ممكن في أي لحظة تعبر عن ذاتيتك وتعبر عن مواقفك لكن لو يسجل علي أي صحراوي أنني قد مسست قرامته أو اعتديت عليه أو انخرطت فيما ينخرطه فيه اليوم هذا وكاملين الطبالة اللي تشوفهم في المغرب اللي يخدموا عن نظام المخزن أنا مستعدة لأنني اعتذر له ولكن كنت صحفيا مخلصا لمهنتي طبعا أنت وسط نظام معين وسط دارات معينة وسط أجهزة كلها تترصد وتبحث عن أي توسيلة باشت تؤذيك هي آذتك حتى ولم تعبر عن قناعتك وعن عراءك فما بالو كاي لقلت لهم بأنه كذا وكذا والله قلت لهم الموقف الفلاني أو عبرت عن الموقف الفلاني أن ذاك سيقومون بسجنك مباشرة خمس سنوات ليس خوفا من السجن ولكن لأساسي هو على أنك تعلمت المهنة في مؤسساتهم وخبرت أسرارهم وكواليسهم وخرجت نظيفا من هذا المستنقع وها أنت اليوم تؤدبهم وتقولهم إن مختصر قضية الشعب السحراوي قد تكون كذلك مختصر قصة صحفي نشأ كموسى داخل مؤسسات فرعونيكم وها هو اليوم يرد عليكم بالحجة والدليل ويتعامل معكم بكل احترام ولا تخيفه لا حملات تشهيركم أنت الأخ مصطفى هل تستطيع أن تقف أمام موجة تشهير مدتها 11 سنة والله 12 سنة ما عارك حقيقي ما عارك أنا كنت أسمع لك أنا أمر عجيب غريب هل تستطيع أن تقف أمام كل هذا الشي اللي يقال لك في الليل والنهار بل أنا أتحداهم بأن أنشر لهم هذا كوسخهم أنا يكعدوا علي فيديو أنا ينشروا له أنا ينشروا له يقولهم أنت بنتشكوا عن هذا الفيديو لا يخوفني أنا ولا لا يخلني ندخل في أزمة نفسية ولا اضطراب ولا ننتحر لا 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 أنا نقول لكم هيا تعالوا اعطوني هذا كشي اللي تنشروا أنا ننشروا لكم أنا نساعدكم في النصر وهذا هو اللي دمرهم هذا هو اللي يخلهم معاجزين لأنه ما كانوا أبدا يتوقعوا لأنه ممكن يعني يتحداهم إلى هذه الدرجة اليوم الحمد لله لا أبغاوا ينشروا فيديو والله اثنين والله ثلاثة والله ربعة والله مليون أنا ما عندي مشكلة ننشر معاهم ونساعدهم في النصر ونضحك معاهم لأن كل ذلك هالشي اللي تشوف أنا آراه بعين أخرى شوف الحمد لله صحتي جيدة نومي نومي لا تتصور نومي نوم مثالي الله إلاك الحمد لله نومي مثالي قد أنام من اللحظة التي أنام إلى لحظة الاستيقاظ لا أستيقظ ممكن عدل ثمان ساعات في النوم لا أستيقظ سبحان الله الله إلاك لأنني مرتاح وأعيش الحمد لله ظروف مميزة والدتي على اتصار بها بشكل تقريبا يومي الوالدة مرتاحة ومفتخرة ومعتزة بإبنها ومعتزة بهذا لأنهم مشاكين بأنه هذا الناس يظنوا على أنه نحن نشبههم في علاقتنا بأسارنا نحن كشعب أصلا لجأنا في الشتات نحن شعب شتت نحن عندنا اللجوء على كيف الحياة الطبيعية عادي جدا على أننا عايشين هنا شيء عايش وهي شيء في مكان معين ووالدنا يفتخرون بنا إلا كانت فينا الفائدة للشعب نحن ما عندنا ذيك واحد مننا يعيش العائلته وفقط وهذاك حاقسته لا نحن واحد مننا إلا ما كان فيه الفائدة للشعب ما تكون أصلا مفتخرة به عائلته لا مفتخرة به أم ولا آباه ولا كذا ونحن الحمد لله جبيننا على الصبر نحن أخي المصطفى نحن تربينا الله بالحمل بال أنا من لما كنت في الرباط كانت حريصة كل أسبوع يوم الحد نمشي نبحث عن السوق معروف في التمارة والله في نواحي الرباط يبعوا فيه لحم الإبل ونوكل أولادي لحم الإبل كانت كل أسبوع نوكل أولادي لحم الإبل ونوكل لحم الإبل وهذا هو اللي خلاهم يصبروا وخلاهم كذلك حتىهم قادرين أنهم يجاوزوا هذه الأمور كذلك نحن كنا ناس فاتحين بيتنا في الرباط يعني يجون الصحراويين من كل مكان شي جاي المستشفى شي جاي الإدارة وما كنا أبدا متقوقعين إلى أنفسنا الحسانية الحمد لله تعلمناها وهي أصلا يعني لا تتتعلم يعني بالنسبة المغاربة صعبة شي تعلموها ولكن نحن تعلمناها وارضعناها في ثدي أمهاتنا نحن ناس أصلا عندنا قضية ندافعانها نحن لسنا خبزيين نحن عندنا ماضي نحن عندنا تاريخ ممتد أنا الحمد لله يا أخي مصطفى عندي خمسة عصر أخ وأخت الحمد لله وما عندي شقيق ما عندي شقيق ولكن عندي خمسة عصر أخت وأخ من عائلات مختلفة وكاملين هذا أخوتي يعني نحن نسنا كيف ما يتصور نظام المخزن واحد مقفل عليه في مكان معين تهاجموا في فيديوين أو ثلاثة وتهزموا وتح لا 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 أحنا الحمد لله عندنا من الأواصل الاجتماعية ومن التضامن ومن المساندة ومن التاريخ الطويل نحن عندنا تاريخ طويل أنا يا أخي لما نحكي لك اللي عن أسرى القريبة هذه ناس يا أخي كانوا ناس عايشين في السجن عندي دائما واحد القصة نبغي دائما نحكيها لأي إنسان اللي يبغي يطلع على قضية صحراء غربية لأن هذه القصة هي تعكس عدالة عدالة قضية الشعب الصحراوي والروحاني اللي تلف هاي القضية شوف الآن هناك العم محمد لمين أحمد الليلي اللي كنت لك كان رئيس أول رئيس حكومة في البوليزاريو هذا لما خطف الاحتلال المغربي أسرته في مدينة الطنطان المحتل داهم 16 سنة للحبس يعني دا أباه وأمه وأخوته واثنين وأخته وداهم 16 سنة كورتابلات هيكس عمهم كينين قامت عرفي كان هالإنسان حي ولا ميت وكانوا داخل السجن السجون السرية لتازم مالتوق العتمقون في الشرق المغريبي كانوا هما كجماعات المسجين الصحراويين اللي بالمناسبة هما أكثر من 4000 سجين صحراوي كانوا يدرسون بعضهم المواد المواد اللي يعفو باش يبقاوا دائما مثقفين كانوا داخل السجن مثلا الأخ مصطفى يعرف العلم الشرعية يدرس أخوته العلم الشرعية إلى هذا كثان يعرف الإسبانية يدرس الآخرين الإسبانية وكان هذا العم رحمة الله عليه كان يغسل ويكفل أصدقائه ليستشهدوا داخل السجن وكان يعني في كل مرة تقريبا عدد الذين غسلهم وكفنهم كانوا حوالي تقريبا 40 شخص وكان كل مرة من يكمل من الغسل والتكفين كان يجلس إلى جانب رأس الشهيد وكان يرفع يديه وقل يا الله يا مولانا لا تقبض الله روحي إلي نشوف أهلي هذه دعوة وكان دائما في كل مرة كان يدرع هذه الدعوة عند رأس الشهيد الذي حدث في عام 1991 أفرج الحسن الثاني عن هؤلاء السجناء ما تبقى منهم وحملوا في حافلة وكان الاحتلال الحسن الثاني كان ذكيا باش ما يخرجوا يعني في حالة هزال وكذا عدلهم فترة 6 شهر من التعليف يعني كان يعطيهم الأكل جيد وكذا باش يخرجوا شوي لأنهم كانوا كأنهم أصحاب الكهف يعني الحالة التي كانوا فيها يعني لا تتصور حتى المنطقة التي كانوا مسجونين فيها أنا مشيت إلى لما غضروا السجن في 1991 هذا العم رحمة الله عليه في شاف الحافلة ولما وصل مدينة العيون المحتلة هو ولاده زوجه لما وصلوا هناك استقبلوا من طرف عمهم في مدينة العيون المحتلة وكان إنسان ما يصور شوي عنده فيلا فنحر الإيبيل واستقبل العائلة من كل مكان وتنادت الناس كاملة إلى فيلا هذا الشخص وسلم العم رحمة الله عليه سلم على الناس وتعش معاهم وانتقى معاهم وفرحوا به وفرح به وبعد العشاء الجميع غادر إلى منازله ونام هذا العم هو وزوجته على نية الصيام واستيقظ في الفجر وتوضي وصل بزوجته ومات شهيدا ساجدا ليلة خرجه من السجن حمد الله حمد الله ولما يعني لما تأخر في السجود قامت زوجته ورحمة الله عليها وحركته فإذا به وجدته قد استشهد ليلة مغادرته للسجن يعني سبحان الله عم الله ولم يتركوا النظام على حالهم يعني لم يتركوا هذا النظام على حالهم فوضع عليهم شرطي ملاديستي عند الباب لما كسروا دار وسكنوا فيها حطوا لهم واحد عند الباب وكان يترصد أحد أبناء العائلة كان كل مرة يعني واحد من هؤل اللي خرج من السجن كان شوي خرج يعني وفي حالة عقلية شوي مضطاربة بسبب أنه كان يعنف على الراس كان يضربوه على الراس كان اسمه محمد البشير رحمة الله علي ولما في أحد الأيام اختفى محمد البشير رحمة الله علي اختفى وبحثنا عنه هنا وهناك تندت العائلة وقالوا يرى وفلان ما تلنا ما جبرناه ومشكل يبحث في اتجاه فإذا بنا وجدناه شهيدا في منطقة فمرواد اللي بعيدة عن مدينة العيون محتلة بـ 25 كيلومتر وقد أغرق في البحر والجيات التي أغرقته قامت بقتله داخل البحر ووضعته على جانب الشاطئ وسجلت القضية ضدها بجهول رأي رأي فعلا تضحيات الشعب الصحراوي لا نستطيع أن نحصرها يعني لما نقار نمرة القضية الفلسطينية والقضية الصحراوية حتى هنا على المستوى الرسمي هناك في جزائر نشي فين أنها قضية واحدة والشعب أيضا ينضح على قضية واحدة والمجرم واحد المجرم اللي يرتكب الجرائم في الأراضي المحتلة في فلسطين هو نفسه المجرم اللي رأي يرتكب جرائمه الآن على الشعب الصحراوي في الأراضي المحتلة الأراضي الصحراوية والله الحديث معك شيق يا بستاذ عزيز مارك الله فيك الحديث شيق شيق جدا والوقت ضيئ شكرا على هذه المساحة من الوقت سزاك الله وخير أنا خير أخير أخير سزاك الله وخير أنا كذلك نشكرك لأخ مصطفى ونشكري عن تضامركم أنتم كأخوة في الجزائر لأنه لأنه شوف فظل هذه المآسي كاملة حين تعرف كيف قلت لك المآسي هو جزء من حياتنا كالشعب صحراوي ولكن ربما ما كنا نقدون نصبر كل هذا الصبر لو لبلد قالوا الجزائر جزائر جزائر فيها بشعبها وبحكومتها وبجيشها وبأعلامها وعلى رأسهم من راحل الشهيد هواري بومدين رحمة الله عليه والرئيس الآن الجزائري عبد المجيد تبون والفريخ ساعد شنقريحة وكل جزائري وجزائري حرة اللي يتضامنوا مع الشعب الصحراوي شوف حين لقينا فيكم الأخوة الأخوة الصادقة اللي ما لقيناها في أخوتنا المغاربة حين نشوف أنتم كالجزائريين ما يجينا منكم العين ولا يجينا منكم الكلام الصاقب ولا يجينا منكم الشر ولا يجينا منكم المن ولا يجينا منكم الدرون ولا يجينا منكم أي نوع أو أشكال من الإجراء لكن قارن ما يأتينا من المغاربة شوف كان اللي بغي يقتلنا وكان اللي بغي يؤذينا وكاي اللي باقي يضحك لنا وكاي اللي باقي يقلع منا أرضنا وكاي اللي باقي يسرق منا ثرواتنا وكاي اللي ما هو باقينا حتى نعد معكم انتم كجسد واحد لكن دائما الأحرار يعرفوا الأحرار انتم كشعب جزائري وكبلد جزائري كبلد الجزائر مع السحرات الغربية شيء واحد عندنا نفس العقلية عندنا نفس التفكير كرمتنا ما تمتس شرفنا ما يمتس تاريخنا كبير لا يد거나 بزدنا بعد إلاني الإطلاعات بال Berry و أها هنا في العنف بهذا هو ما يدير أن أفهم المغرب وهذا ما يدير أن ألخم المخزن وهذا ما يظهر أن أفهمونا مغربة هذا هو الاسلوب الذي يتعاملون به لا يُباعدون علينا ليس إذا كنت تباعدوا بسبب طريقتكم في الكلام وطاريختكم في الحوار وطاريختكم في معالجة الموضوع السحرة الغربية راي عندها أهلها والجزائر راي من نهار عطاة العهد على أنها تبقى مع الشعب الصحراوي راي مزلت مع الشعب الصحراوي لليوم هذا أو أعطونا أنتم مع أهودكم وعطونا كلامكم وعطونا مواقفكم وعطونا تاريخكم وعطونا شكرا قدمت أنتم للشعب الصحراوي على الأقل حتى في قضية التضامن والإجرام اللي واقع عنا من طرف النظام المخزني ما قد فيكم واحد يقول اللهم إن هذا منكر ما تتخافوا بينما الشعب الجزائري ما لقينه فيه للخير ولذلك يا أخ مصطفى والله نشكرك جزيل الشكر ونشكر كل الإخوة اللي يستعطفوني في لايفاتهم هذا الشرف ووسام اللي نعلقه وراننا الحمد لله شوف كيف ما تعرف لنهار الأول راننا دائما نبقاه بالصيغر اللي يسموه احنا ما أنا ناس اللي يتبدروا ولا أنا ناس يبيعوا ولا يشتروا وهذا كذلك هو اللي معروف فيكم الأخ مصطفى والله جزاك والشكر مصطفى للإخوة الذين كانوا معنا من مشرفين من داعين من معروفين ومتابعين كانت هذه سهرة اليوم مع الأخوة الإعلامي محمد راضي الليلي نلتقي إن شاء الله في حلقة جديدة وضيف جديد إلى ذلك سلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام جزاك على خير أرحب السلام شكرا والله أرحب السلام أرحب السلام شكرا